اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انه من دواعي السرور ان تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بحلول العام الهجري الجديد 1438 في الوقت الذي نعرب فيه لسموكم عن خالص امتناننا وعميق شكرنا لندعو الله ان يحفظ سموكم وان يمتعكم بصحة والعافية وطول العمر وان يعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات على مملكتنا الغالية وعلى الامتين العربية والاسلامية بالامن والرخاء حفظ الله سموكم ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجري الجديد فيما يلي نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشرفني ان ارفع الى مقام جلالتكم الكريم اسمى ايات التهاني والتبركات بمناسبة العام الهجري الجديد 1438 سائلنا الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على جلالتكم وانتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى مملكتنا الغالية وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمني والبركات ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تلقينا ببالغ السرور والامتنان برقية السموكم المهنئ لنا بحلول العام الهجري الجديد 1438 ولا يسعنا بهذا الوقت إلا أن نعرب لسموكم عن خالص تقديرنا وعميق شكرنا ونسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ سموكم ويديم عليكم نعمة العافية ويمتعكم بأطيب الأوقات ويعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية ودمتم يحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين